اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة آخر مستجدات استراتيجية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي حيث قدمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرا بشأن مخرجات الدراسة التي أعدتها بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي حددت أبرز جوانب التطوير المطلوبة ومنها وضع استراتيجية موحدة للاقتصاد الرقمي وبناء نموذج لتحديد الأولويات الاستراتيجية للمبادرات الرقمية وتعزيز الوعي بالعائد من الاستثمار في المجال الرقمي وتعزيز البنية التشريعية والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحديثة في حل مشاكل قطاعات الانتاج والتنمية المختلفة وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الهام بالإضافة إلى تعزيز المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية بعلوم الذكاء الاصطناعي والبيانات وتحليلها ومواكبتها للتقنية الحديثة وقد استعرضت اللجنة الخيارات المقترحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وأهم المبادرات الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع متطلبات التطوير المطلوبة في هذا المجال وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ وإدارة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل بهما كمنظومة متكاملة وحديثة تمكنها من الإسهام في تنمية قطاعات الإنتاج ومجالات التنمية المختلفة وطلعت اللجنة على تقرير بشأن برنامج التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في ضوء قرارها بتوجيه الجهات الحكومية للإسراء في إعداد خططها للتحول الإلكتروني بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وقد أصفر هذا البرنامج عن توفير أكثر من خمسمائة خدمة إلكترونية عبر القنوات المختلفة بالإضافة إلى توفير قنوات دفع إلكترونية لكافة الخدمات مع إصدار الفواتير إلكترونيا كما حقق التحول توفيرا للتكاليف الحكومية بنسبة 82% وتوفير لوقت إنجاز المعاملات بنسبة 76% كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 26% سنويا ووصل حجم المبالغ المحصلة عبر القنوات الإلكترونية إلى أكثر من 230 مليون دينار في عام 2020 بزيادة قدرها 48% عن العام 2019 قد تم الانتهاء من تطوير 83 خدمة إلكترونية في العام الماضي بزيادة تبلغ 108% عن السنوات السابقة كما قامت الهيئة بتطوير منظومة حكومية متكاملة تشمل كلا من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني ومركز اتصال الخدمات الحكومية وذلك للتعامل مع متطلبات جائحة كورونا من خلال تطبيق مجتمع واعي قد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وعضاء اللجنة العليا بالجهود المضاعفة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير الخدمات الإلكترونية المتكاملة وذلك للتعامل مع المتطلبات الاستثنائية للتحول الإلكتروني في ظل جائحة كورونا واطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على استعدادات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإطلاق جائزة التمييز للحكومة الإلكترونية للعام 2021 في نسختها الحادية عشرة والتي بدأت منذ عام 2008 برعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وتهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والمبادرات التقنية الرائدة في القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد وتقام كل سنتين بتعاون مع خبراء عالميين وإقليميين ومحليين مستقلين لتحديد المعايير وتقييم المشاركات والمبادرات المشاركة ترجمة نانسي قنقر